ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية سجلت أسعار محطات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية أرقاماً قياسية محطمة بعض الأمال في موسم قيادة يقترب من مستويات ما يقرب من جائحة كورونا المزيد نتابعه في هذا التقرير لأول مرة في تسع سنوات تشهد الولايات المتحدة خفاضاً في الطلب على البنزينة من جانب الجمهور نتيجة ارتفاع أسعاره وسجلت أسعار محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد أرقاماً قياسية الواحدات والأخرى خلال الأسبوعين الماضيين محطمة بعض الأمال في موسم قيادة يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا أسعار الوقود بلغت مستويات تاريخية في الولايات المتحدة وسجلت ارتفاعاً تتجاوز نسبته 70% على أساس سنوي فيما يتوقع محلل المجموعة المالية جيبي مورغان ارتفاعها أكثر من 30% خلال الصيف وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في البلاد إلا أنه يبدو أن مصافي النفط الأمريكية عاجزة عن مواكبة الطلب مع نقص قدراتها بعد إغلاق عدد منها في السنوات الأخيرة ما يسهم في ارتفاع أسعار المحروقات بشكل أكبر وخلال الأسبوع الماضي ارتفع معدل استخدام المصافي في الولايات المتحدة إلى 93.2% وهو الأعلى منذ ديسمبر 2019 وذلك مع انخفاض عدد المصافي العاملة بنسبة 13% خلال عشر سنوات وهو الآن الأدنى في العصر الحديث ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية زاد الطلب على صادرة المحروقات المنتجة في الولايات المتحدة ما سبب عدم التوازن بين العرض والطلب فيما سجلت الاحتياطية الأمريكية للوقود مزيدا من التراجع إلى مستوى لم يسجل في هذا الوقت من العام منذ ثماني سنوات عدد كبير من شركات التكرير الأمريكية اختارت تخصيص جزء كبير من أرباحها الحالية لإعادة شراء أسهم ودفع أرباح بدلا من توظيفها بمجال الطاقة نتيجة الاضطرابات التي فرضت على سوق النفط منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن